السراحت مأرب قليلا من الحرب وتعافت في جوانب عدة حتى بدت على هذا النحو من التمدد والاتساعة وبهذه الصورة الفريدة ويتعود رويدا رويدا للواجهة بعد عقود من التهميش فالحركة التجارية والتنموية فضلا عن الاستقرار الامني جميعها عوامل جعلت من المدينة الاكثر مناسبة للعيش والعمل غير أن الساكن فيها يواجه صعوبات وتحديات كبيرة حيث يشكل ارتفاع العيجارات وغلاء السلع والمنتجات داخل أسواق المدينة والتلاعب في بيع وشراء العملات العجنبية والمضاربة فيها أبرز التحديات ما جعل الناس هنا عرضة للاستغلال والابتزاز بيأثر على المستوى الاقتصادي بشكل كبير لأنه لما أنت تشتغل بمبلغ وقدره ويكون معظم دخلك للمأجل أنت ما بتحصلش أي حاجة ما بتستفيد شي من عملك ولا بتستفيد من أي شي تدخل فيه مهما كان دخلك مرتفع الإيجار بيأخذ النصيب الأكبر منه وضع غاية في التعقيد فقالبية من يسكن المدينة والشريحة الأكبر فيها من النازحين وجنود الجيش الوطني والذين تعد نسب دخلهم محدودة ومتواضعة إذا ما كورنت بالارتفاعات السعرية وهو ما يضاعف من معاناة هؤلاء لتبدو الحياة والاستقرار بالمدينة تحديا يعجز الكثيرون عن اجتيازه وهو ما زاد من مطالبات الناس للسلطة المحلية بتفعيل الدور الرقابي والمحاسبي قراءة السلطات في مأربة بدت عاجزة عن حلحلة أمور كثيرة وبدت معالجاتها محدودة ومؤقتة فمشكلة الإيجارات على سبيل الذكر للحصر تحاول الجهات المعنية من وقت إلى آخر إصدار تعميمات يأمل الناس أن تجد طريقها للتطبيق مستقبلا المكتب تلقى أدة شكاوي من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية بأن أصحاب العقارات أو مالك العقارات قاموا برفع الهيجارات بشكل جنوني حتى أصبح في محلات تجارية فوق الخمسة المئة بالمئة على 2014 فالمكتب عاكفا وعمل على التعميم بضبط مالك العقارات إن شاء الله ينفذ وفق آلية الآن نحن في صدد أعداد آلية وتنفيذية لهذه التعميم طرط المستأجرين وإخراجهم من قبل مولاك المنازل واستقلالهم في أحاين كثيرة معالات تكررت مع الأسر النازحة التي استقر بها الحار في مأرب صحيح أنها ظاهرة جديدة غير أنها باتت واكعا معاشا وهو ما يستوجب من السلطات التدخل بشكل عاجل ووضع حدا لتجاوزات خطيرة يتعرض لها الناس في المدينة نجحت مأرب في تصدير نفسها بأكثر من صورة أهمها في الجانبين الأمن والاقتصادي وفي مقابل ذلك يقول الناس مع جدوى نجاحات وإنجازات لمدينة تبدو الحياة معها وفيها قاية في الصعوبة والتعقيد وهو ما يتطلب من السلطات هنا العمل على خلق حالة توازن بين قدرة الناس وفرص السكن فيها خليل الطويل لبرنامج المنصة قناة بلقيس